نهي أنا عنا بشعري اليوم ما كان ضابط اليوم كان لازم نلبس هات لأنه المنظر ما يسمح أبداً كيفك؟ أهلاً علىه سهلة حقي بس بيدخل شجوع اللي غرفة مين ولدك؟ ايه جزيز كيفك بعد الworkout اليوم؟ والله جيد والله عمدتك I ran for four and a half kilometers كمان دوبي سمعتيني كويس؟ ايوه شايفت سمعتيني كويس بس بتغبشي ضحين يعني زي ما انتو عابتين انا وروان سالنا كام ضحين 3 weeks بعملكم live videos 3 weeks بعملكم live videos 3 weeks بعملكم workout videos this is our first live we're gonna have another live session we're gonna have live session workouts coming up soon فروان let's tell them a bit more about you first لنعرفهم اول شي بيكي لانداري يسألوني مين روان مين روان مين روان مين روان يقولون مين صاحباتي 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 yeah yeah so i'm a fitness trainer ودربت رياضة بدأت قبل عشرة سنين قبل عشرة سنين كيف بدأت يعني قبل ما ابدأ رياضة ما كنت مرة into fitness كنت on and off يعني اسوي رياضة في ايام المدرسة كنا نلعب باسكتبول we do some aqua aerobic صرف هاد ستايل الرياضة اللي كده بدلع شوية الستايل اللي عمره ما غير جسمي هاد الرياضة اللي كنت اسويها زمان قبل اسميه ايام الجاهلية حق الرياضة فبعد ما اتزوجت وحملت وولدت والجسم كده تلخبط وقتها جات اللي الرياضة صارت شيء شيء ضروري ماهو بس كده انه ايام الجاهل ايام الجاهل ايام الجاهل لانه اصلا العضلات تصير ضعيفة كل شيء بده يضعف شيء اساس ان الواحد بعد الولادة من جد لازم يقوي جسمه تاني ويبنى عضلاته مرة تانية وانا في حملتي التانية ابتخنت 28 كيلو كان رقم قياسي التقن اللي تخنته كمه طبيعا انت كم؟ انا 25 الاولى لين دا حين بس تحمل مشاكل مشاكل دا التقن ازال انا الاولى الاولى وزن بعد بنت الاولى الاولى يعني مرة تحمس شوية بزيادة في الاكل المهم انا اريد ان اصبحت الواحد بعد ما ولدت في بنت التانية والثمانية عشرين كيلو حسبت حت يعني حتروح لصة يمكن عشرة كيلو اللي تروح مع الولادة ومع المويات ومع المدرين بقي عشرين كيلو لازم انحفها انحفها لازم يكمت لازم الاستمرارية لازم الاكل يخش في الموضوع لازم الصبر اي رياضة تقولك حت تتغيري في اسبوع وسبوعين شهر حتى لازم الاستمرارية فانا بدأت رياضة بعد أربعة شور من بعد ما ولدت بأربعة شور وقتا حسيت من جسمي وقتا حسيت من جسمي بهذا البرغم المهم لقد بدأت من البرغم قوالي عضلاتي هناك الكثير من وقتا حسيت حسيت جسمي كده مرة ما بيتغير برضو ترفي حسيت جسمي ما بيتغير لسه دبة والله افتكر يا ندا كنت نطنن كان فيه كده الورم مب فيه شوية وكنت نطنن دم تحسي بطنك بتتحرك معاك فوق وتحت وتطلب نفسك بالمرايا وتكتعي بنفسك توقفي بنشوفي كل شيء كده بيتحرف شيء مكئب بس لأ تقولي لأ ان شاء الله خليني استمر وجيني جاتني كده اللحظات اللي احس فيها بيأس انه لأ الجسمي محي يتغير طيفي جيناتي كده هاد جسمي فقوضي كبيرة حتفضل كبيرة هاد جينات طيفي كده يبدأ يخش في مخا انه لأ هاد جينات محط تغير ان بعدين يجي تاني العزيمة لا خليني أحاول خليني مدرئين استمرت عندما انت حالي P90X سنتهيت بس تفش من الويت لكنني أعتقد انه جدا كفائل كنت أفغى ويجب أن أود إلى شيئاً مختلفاً لأنني أفعل PNITEX قبل فوقتها اكتشفت انسانتي كان دوب وطالع أكيد الناس سمعوا عن انسانتي دحان إنه سابقيني من أجل كان دوب وطالع انسانتي مختلفة بالنسبة لكي نبدأ جميعاً هذا اللي شهرني أنا أول مرة كان انسانتي دوب وطالع كان طالعي كان مدعي مدعب 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 كانت مجدداً مجدداً كان مجدداً مجدداً وليس تحتاج أي مجدداً فداماً نقول لي كثيريني تتركك أنت تتعب وليس تتعب لا أستطيع من أسفل وليس تتعب لا تتعب تتعب حتى لو تتعب بإمكانك تتعب بحزن ولعب أني تتعبوا لازم تتعب في نفسك مرة على مرة على مرة الجسم يبدأ يتحمل أكثر الجسم يبدأ يقوى أرجعت للتعب أخذت الإنسانيتي و أخذتها أتذكر أنني بدأت أطبخ لنفسي رجعت للمطبخ حتكلم يا عربي حتكلم عربي أحسن شي سويت في حياتي أني بدأت أطبخ لنفسي لأنه لما تطبخ لنفسك خاص تتعرفي بالظبط إيش بيتحط في الأكل لما أحد أطبخ لك ما تتعرفي كمية الزيت اللي محطوطة ما تعرفي كمية المني عرفة إيه الأملاح المدري إيه بس واني لما تطبخ بنفسك أول شي ينجويت تستمتعي بالطبخة تعرفي أنت إيش تحبي تعرفي أنت الطعم الأكل على زوجك فلما ضبط أكلي ضبط رياضتي خلصت الإنسانيتي بروغرام جسمي تحول جسم عمري ما شفته في حياتي لا في صغري لا قبل الزواج لا قبل الحمل الجسم يعني كان أحلى جسم وصلت لي في حياتي وقتها اقتنعت أنه الجينات مشرط توقفك من أنك توصلي لتغيير جسمك لتغيير هيئة جسمك إذا كان عندك العزيمة الصبر والأطل الصح والرياض الصح وقتها أفتكر لما الناس شافوا التغيير اللي صار معايا وماني عارفه روان كيف غيرت جسمك روان 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 وقتها كل أحد يتكلم يبغوني أدربهم فأنا ما كنت أبغى أدرب بس بس على خبرتي خبرة كده يعني شي نجح معايا مش أطي نجح مع أحد تاني فوقتها حسب بمسؤولية قلت خليني وحبيت حبيت الرياضة حب أنا عمري ترى ما أخط رياضية صحباتي أيام المدرسة يعرف كنا نسوي رياضة كده أي كلام خفيفة وناكل سنبوسك مجلية على طول بعد الرياضة على طول بعد الرياضة صحي كده سنبوسك مجلي بكرفت جوته فمو أني كنت مثلا إنسانة رياضية مو أني كنت إنسانة ما حب الأكل بالعكس كنت يعني خبيص مكدونالدس كل ويكند أنا وأخويا فالطول من ذا الكلام أنه لا تفقدوا الأمل أنه أنا إنسانة مني رياضية أنا مشط لا تقدروا تغيروا عداد تقدروا تغيروا نفسكم ممكن تتحولوا 180 درجة يعني أنا كنت من إنسانة غير رياضية لإنسانة مدمنة رياضة مدمنة 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 نحن 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 كنت تشعر أمام تشعر أجل ينرجية تشعر أجل جسم كده تهسي تتحمل تتلع إلى درجة ما تتعب تجري وراء أولادك ما تتعب يعني يساعد لحياة أفضل فهذا مسؤولية أنه قبل ما أحسوا أن الناس اللي طلبوا مني يدربين أدربينيها حسيت انه لازم ادرس الموضوع وبما اني حبيت الرياضة وحبيت الشعور حسيت اكتشفت نفسي انو انا I can do this for a life I can do this for a living يعني ومع اني كنت خايفة يعني هماني قد المسئولية خايفة ادري يعني مرة مرة تردت كتير قبل ما اني ابدأ ادري بأحد درست اخد شهادة من امريكا it's a international sports international science sports association I got my degree in fitness training I got several workshops I got workshops اخد TRX اخد Viper اغطي كل الشهادات اللي احس حتفيدني ولان دحين احب دا من ابني شي اسمو دا ثقافتي في الرياضة كل شي احس لازم اسويه بزم وضمين لانو الرياضة من اخطر الاشياء من مسئولية كبيرة زي لما تدرب بأحد لازم تعرف انك بتدرب به صح تخافي يتعور تخافي يعني يغلط في حركة تخافي حتى افتكى لما بدأت ادرب بدأت بصحباتي بدأت بأهل وصحبات بدأت بناس اعرفهم مره جروب صغير وعشان ابدأ كان شي يعني مره جروب كم مره صعب اني ابدأ خوف ماني جاهزة ماني مدري لانو انا اصبحت بعد ما بدأت بإنسانتي اصبحت مدري دمشت فيه اشياء دمشت فيه اشياء تعلمتها من انسانتي حبيتها دمشت فيه اشياء تعلمتها بعد كده مع الاستمرارية في الرياضة كله كده حسيت نفسي فهمت جسم المرأة الخليجي تارف يا ندى جسم المرأة الخليجي تارف الفقو اللي كده احنا عندنا شوية عندنا عندنا اشياء لازم تتضبط عندنا مناطق بالضبط غير الاجانب فيه جسم المرأة الخليجي غير الجسم الاجنبي يعني يبغالوا مره جسم المرأة الخليجي مهم متواجد عند الاجانب فهذه النقطة اللي انا فهمت لها وبدأت اكون ووركاوتس تنفع لديل لديل اشياء بس هذي قصتي تفتكري امس لما كنت بقولها تابعتها في انتتجرام مره نعرف كل رياضاتها بس كده اشياء مره بسيطة وما تعرج وشكلها حلو زي ما دخلت زي ما خرجت بظبط ما احس ان اي شي هي سوته هيفرق معايا لو سوت الشهر كله بالظبط انا لو سوت دي رياضات كنت رح عملت يوغا يعني مو يوغا كنت رح تعملت انت تعملت يحتاج الى كارديو انت انا دائما اقول ان احظت كمان شايف الخليل انا بعد قبل اعملت يوغا معاك سببط دائما انت تعملت الى اتطابة نحن نحن نتحرك بشكل شخص لا يظهرون بشكل شخص كل شيء يتوقع منذ انهم يفعلون تحتاج إلى تتوقع تحتاج إلى تتوقع وكذلك يجب أن تتوقع تحتاج إلى تتوقع هذه من الأشياء التي نجاة منها قبل أن أكتشف الرياضة الحقيقية في أيام الجاهلية كنا نسوي رياضة ما عرك ما كان ينزل عرك في الرياضات التي كنا نسويها كنت عمري ما أوصل كنت عمري ما أوصل كنت عمري في الرياضة ما عمرنا وصلنا الرياضة التي تشهك قلبي بيشهك عضلاتي كده تتهزز ما كنا نوصل لها فهذه النقطة التي تصل إلى في الرياضة النبضات القلب تغلى تحسي بحرقان في عضلاتك هذا ما يجب أن تصل إلى الرياضة يجب أن تصل إلى الرياضة للنوع هذا صحيح أنا قمت بصبصب عرق و لم أكن صعب بالنسبة لي أنا وروانو وميريام ميليام ميليام في ميامي وروانو وميريام لديك الكثير مني يحبت يوغا يوغا تجعلك يوغا تجعلك تشكير لكي تفعل كل مدينة يوغا تجعلك يوغا تساعدك يوغا تساعدك يوغا تجعلك ليوم بس كثير من الرياضة بس مشكلة اليوغا أنني لنسبة لي تساعدك مرات كده أدخل في فيز أستطيع أن أفعل يوغا كل يوم أحبه ومارات أدخل في فاز I know I need it I know I need yoga badly بس نرفي I just I don't want to do it because I know I'm weak at it I know it's my uncomfortable zone أنا سار الرياض اللي أنا متعود عليها سار my comfort zone اليوغا سار my uncomfortable zone but I know I need it I know my body needs it بس كده ما أبغى أسويه بس والله I'm looking forward to trying Miriam's workout طيب يا جماعة لو تشوفوني في الخلاس معهم أفتكر دايما أنه هي trainer و Miriam trainer وأنا بس إنسانة مستضافة فما هكون في الـ level حقهم لا لا نحن سأتساعدك بس بس شيء ثاني يا روان طيب انتي How did you take this passion forward? هذا الشغف حقك حق الرياضة ده حين صار عندك جم نعم شايف نعم دعني أخبرك طيب بعد ما I love yoga too يا محمد والله I love hate relationship مع yoga المهم بعد ما أخدت الشهادة تشجعت أني أصير مدربة درت أهلي درت صحياتي word of mouth started spreading really fast الحمد لله عملت سمعة كويسة لنفسي بدأت في ستوديو صغير في بيتي I stayed training in my house قلب صالوني جيم أول ما تدخلوا بيتي تلاقوا الصالون ما في تلاقوا جيم بدل صالون أمي كانت حتى تنهار طبعا المهم بدأت أسوي الworkout sessions نادا كانت تجيني في البيت يا ما كنت تجننوني أنا حق ما مرياضة مع ناس كثير شخصيا فإنها مجموعة بالنسبة لي حتى في الجيم ترى we never overcrowd our classes أبدا عزيزي فإن عملت 6 years in my house وقتها it was time to expand الحمد لله after 4 years of planning it in my head imagining باتخيلت space تخيلت مكان الجيم تخيلت كل شي جوته كنت عارفة بالضبط إيش أبغى جوة الجيم أعرف الأجهزة اللي بغى جيبها أعرف المساحة اللي بغى سويها كذا في 4 سنين وأنا بيتكون الconcept في مخي والحمد لله والشكر لله we've created sweat army gym which is now وصلنا 2 years exactly فتحنا it's been 2 years يعني كل شي كنت بحلم في في الجيم حققته space شرح كأهم شي عندي شراحة و sun light ما حب أسوي رياضة في غرفة ضلمة ولا ولا في غرفة كتمة أهم شي يكون في نور الشمس لو من غير نور الشمس أحس كده نور فاية هو الحر out of light وبعدين space is so nice يعني أنا لما دخلت الجيم مرة I loved it حسيت نفسي أول شي إني في نيويورك حسيتني جيم ذكرني لما كنت روح كنت ربرة البلد في ميامي أو نيويورك وأروح للجيم حققه إنه مختلفة 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 ليس كثير من المشيين لكن المشيين التي تحتاجها فأنا أحب ذلك يعني مرة الآن يعني أنا موضم من الستالة فرينا حقي هي بلغة 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 نحن لا أحب على المشيين لا أحب أي شيء كده جالسة على المشيين أخترت المشيين ذلك أحبها تردميل والمشيين التي أحبها هي ودوية ودوية أصحابي ساروا ودوية تردميل السلطة بيك روين مشيين يعني أشياء التي نحتاج لأشياء المشيين 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 أما إني أسحم الجيم بأجهزة كثيرة أحس أنه أنا أستطيع أصو رياضة أحسن ب ب في في اخترت الأجهزة اللي من جد نحتاج ونحتاج ونحتاج ما لا بتحسي تخش جم من نصف الأجهزة ما بتستعمل هي أصحابي أكثر من الأجهزة نحتاج 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 أخلي ما نفعل على الإنسترغام هذه الفترة الأخيرة أنا صراحة كنت بحاول أرجع عنها بعد وزن 25 على مدار السنتين أطلع وأنزل وأطلع مرة كان صعب فبدأت أجري في البيت وكلمت روان وقلت لها أنه روان أنا ما أحب أعمل أي ميكب تتوريال وفيديو وإذا أسوي شي فأجي أعمل رياضة فلما نعمل وإنسترغام ونصوره مع بعض وكمان يصير شيء محفز فإنسترغام فضيعة في التصوير صراحة يعني الوصف كله روان وإنسترغام 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 أنا زنانة اللي أعمل من جد أنت اللي حركتيني والله يعني من جد من زمان نفسي أصور وداما يا أكستل يا أجل يا ما يمديني فزنك نفع ما شاء الله عليك أنت محفز لأنك تبدعي فحاولنا أنا وندى نسوي لكم workout videos متنوعة أول تكون حماسية ما تكون بورين كده نبغى نفتح نفسكم للرياضة نبغى نوريكم إنه في أنواع كثير من الرياضة في أنواع سهلة في أنواع قوية في TRX في بانز في بادي ويت فحاول نوريكم as much as possible أنواع الرياضة اللي ممكن تعملوها لأنه بعدين في الأخير يا ندى مو كل أحد حتعجبه أو حتنفعله رياضة معينة فلازم يجربوا كل الأنواع ممكن في شي يناسبني ممكن في شي ما يناسبني ممكن في شي يطفشني بالذات بالذات if you want to commit إذا تبغوا تستمروا على شي لقوا شي تحبوه لأنه إذا بتسووا رياضة ما أنتم استمتعين بيها ما بتحسن من نفسيتكم بتخرج وما أنتم مبسوطين إذا ما لها فائدة خلوا اختاروا شي حلو اختاروا شي يبسطكم بس في نفس الوقت افكتف مو كمان تتدلى وما تسووا شي إنت يا ندى مثلا إيش أكتر شي تحبي أنا مرة أحب بوكسن حبط الله حري I enjoy boxing so much في صراحة I know كثير من يتفشون من التردمل بس أنا التردمل أنا أحس موضوع الجوانب هنا في الفخود لو كنت أنا بلد بره البلد وبمشي بس لأنني أنا في بلد خارجية معظم وقتي مرة يغير موضوع الثائز والجوانب فأنا بلد على التردمل هو شيء مرة يعني أحب أقول لأنه أحب 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 مفيد وبعدين أعمل another 13 minutes علمات اللي هي الworkouts التانية مثلا بالنسبة لي هذه الworkouts يمكن ما هي أقوى شيء لتردمل بس أجري أوقف أجري 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 لا أجر ما عندي الكثير في البيت يمكن أستأجر منك البسكوليتا البسكوليتا فهذا ما أفعل تردمل عندي كورس تردمل بس صراحة تردمل و أكتر شيء قاعد أعمل وماشاء الله نزيل طيف لدحين 10 كيلو بس لسه ودحين خلاص شوية صايرة ضعيفة فقاعد أحاول أدف نفسي أرجع أمسك نفسي كذا ستأشتهي أطلب أكل من بره وبخاف هذه الأسبوعين بس إن شاء الله الرياضة تجوع فلازم تكوني مجهزة أكل صحي إنما شفت كده خبز جويني من بريوش كده بعد وانت تقيت قلت لا خلاص عملت خمسة كيلو على المشاي تردت خبصيها في دقيقة قلت لا يعني بس لقد تخي ثاني تفتحيها زكدة بريوش المشكلة هو 10% من كل شيء لن تكون صحيحة والأكل جداً شيء مهم و قادم ضعيف زي ما قلت فالواحد لازم يحاول يعمل بالنس في حياته أنا من الناس لأكل سمبوسة مجلي وكل شيء بطال فأنا دا حين قاعد أقول أول ما أرجع لبيتي في الكويت وأستقر هحاول أنه أدخل مطبخ أكتر معنى هذا شيء مرة أستغرب ومن نفسي ويكون شيء جيد بس لأنك لما تعرف إيش بيتتعامل في البيت عندك كل يوم هذا هو لن تتحرك أنا لما أكل 10 ديز في مرة أنحف 2 كيلو لأنه ما أكل لا يوجد زيت أكل بطال كله نظيف كله نظيف كله نظيف كله نظيف لازم جد أول شيء كنت أقول لكم أنه أنا وروان إن شاء الله في الناس 10 ديز أو 2 أسبوع سنعرف ستتعامل مع التعامل من ميامي من الكويت من فن من أمريكا وهيكونوا كلهم من ميامي ومن مصر هذي نظيف من محلات مختلفين وهنعمل سواء كان على صفحتي أو صفحتها فهيكون شيء مرة يحمس إنه هنعمل هذه وإن شاء الله تشاركونا وهنعلن عنها من قبل عشان تقدروا تحضروا يعني يعني تتحركوا معنا نعم بالضبط وقولينهم إنه هذه الفتحة خليك تخليك تقولي ما سويت فيديو زي الآن وعمري ما سويت تحمس قد كده أني أسوي لايف فأظن هذه الفترة حفظتنا نعمل دي الأشياء إيش رأيك أيو فشور والله يعني عشان تحسي نحس إنه عندنا وقت تحسي عندك وقت تبغي تحسي دقيقة تشغلي كل الأشياء لنفسي كنت تسويها وما كان عندك وقت تسويها دحان بتسويها وعندنا وقت نهتم بصحتنا عندنا وقت أكتر نهتم بأكلنا فاستخدموا استغلوا الوقت هذا اللي عندكم لنفسكم لتزبيط حياتكم الصحية فقليلهم تاني على التعليمات عندك في الجم كلهم سعديات كلهم سعديات كيف بدأوا معظمهم كانوا بدأوا معايا من وقت ما كنت من وقت ما كنت لسه بشتغل في بيتي كانوا يتدربوا عندي وماشاء الله عليهم البرفورمانس حقهم كان ممتاز وحماسهم وشخصيتهم وشغفهم للرياضة خلاني أشوف فيهم شي إنه لما تكونوا أنتوا كمان مدربين ونفس الشي أخذوا درسوا أخذوا الشهادة في أشهادة التدريب حضروا نموا نفسهم وماشاء الله لحين ساروا يعني مدربات رهاب كلنا سعديات كلنا يعني نحب شغلة نحب الحمد لله أحلى شي لما تكونوا بتشتغلي شي تحبين ما تحسوا أنوا شغل صح صح فيا ساعدوني يعني هما أختي واحدة من المدربات اللي معايا أختي رانيا زهران وكمان صاحبة نهاد سليماني ودوبا نضمت إلينا واحدة من إيطاليا برضو هي شغل صحة أموالي وقرأت بصصحة أموالي اسمها ليسا هي إتاليان نحب نتقل في السعودية سلها سنة و بالصدفة لقيتنا ساكنة جنبنا جنب الشارع حق الجنب حقنا برضو سبحان الله سبحان الله دخلت و بس و بس she's been with us for the past year she كانت عايشة في المانيا و طول عمرها تبغى تكون trainer بس في المانيا هي إيطالية و في المانيا كان التراينر بس بالألماني فshe couldn't take she couldn't study سبحان الله في السعودية خلت ال We do training courses for trainers by the way أي أحد يبغى يسير trainer we do training courses يعني نصير نقدر نخرج مدربين رياضة فهي كانت من الدفعة الأولى اللي تخرجت معانا كمدربة رياضية معتمدة عالميا ف سبحان الله كده ربنا يسخر لكم ناس she's very fit she's a mountain biker she's she loves spinning but she's probably gonna do a lot of spinning classes yeah إن شاء الله سبحان الله سبحان الله what are the things you do what do we edge what classes do you offer boxing spinning we do boxing we do spinning we have a dedicated spinning room that's amazing the lighting the vibe the vibe there's a soul cycle style or fly wheel style we wanted to dedicate a room like that we have that we have a boxing we have TRX we have strength and sweat these classes are more like muscle building heavy lifting that type of class we have run and hit we have run and punch we combine boxing this is the answer to you we combine boxing with running so you go on the treadmill for like 5 minutes and then you go on the punching bag for 5 minutes you stay between these two تحرق يحرق وتعرق يحرق وتعرق يحرق وتعرق يحرق وتعرق يحرق وتعرق في حياتك عندنا فيديو بكرة what? punch and run when we do that punch and run yeah yeah we can do that مور نعملون وريهم يا كمان نأوذ هذه فكرة حلوة لديك جمتك كامل في كل شيء وطبعا إن شاء الله نعملون يوغا نعملون يوغا نعملون يوغا نعملون يوغا هدفنا كان في Sweat Army أن كل شيء يحتاج الجسم يكون موجود من لياقة بدنية وحمل أثقال موجود تبني عضلات تبني تحسين النبضات قلبك كارديوهاسكولار موجود تبني لها لياقة تبني تبني عمليل المساعة وطبعا لها تبني 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 تماموا أول موجود فعلا تطبي كانت بردني ابغاه تكون كل شي تحت صقف واحد زي ما يقول قف Vilhavac cafe that gives you protein shakes موجود هيا! سموذيز ايش صوتك بي قطر شوية عندهم هلو هلو أيها ورجعتي حلو عندكم قهوة مرة لذيذة كمان نعم قهوات عاد عند راني أختي أشياء تحب القهوة تبدع في الوصفات فعندنا قهوة بالكركم عندنا قهوة بالبنجر عندنا قهوة عادية عندنا ماتشا برضو we like to do all types of coffee بنخلي القهوة صحية أكتر تخيلي قهوة بالبنجر يعني كده تجيكي pink full of benefit فيه حديد كثير كمان ايش؟ بلكركم لذيذة عندكم بلكركم لذيذة ومفيدة ايه دا حين انتو عارفين طبعا عشان الأوضاع الجيمس كلها مقفلة فهي بتعمل انتو بتعملوا دا حين live workout صح؟ تقولي لهم شو يعني live workout يا بنسوي live workout من خلال زوم تطبيق زوم ايش صوت تقطع ايش بتقولي؟ كالا قولك ماركت دا live class يلا قولي لهم على البعض صحح نعجبني انك بتذكريني بالأشياء اللي يحبتو ماركت بننسى من جد تعالي سيني الماركتنج ماليجو حقتنا يناد ونعمل زوم ايش اسمو دا live classes صراحة في البداية لما جاء خبر الكورونا ولازم نقفل كان مع اول اشياء اللي قالوها لازم تقفلوا الجماعت خفنا صراحة لانه حتى الكلائنس حقوانا اللي بيتدربوا عندنا خافوا منه ايش حنسوي طب كيف حنوقف رياضة كيف مدري ما احنا عرفين اش نسوي المهم الحمدلله في تطبيق زوم جربنا بس من كتر خوفي انه ما اقدر اوصل لهم الحركة صح ولا ما اقدر اتعبهم كفاية صرت ماني عاف اشي تسوي صرت اي plan my workouts really precisely بالتايمر و اتعبتهم لدرجة يا ندا ساروا يقولولي روانيش بك انتي الكلاسات كنها اصعب من الواقع لما كنا في الجيم قدامك الكلاسات كانت اسهل من اللي بتسويها في زوم ايش ساير اتعبوا والله من خوفي لما توصل الالتراينيج اتعبوا انه من جد بيحرقوا من خلال زوم لانه تحسي ما انتي شايفة الناس قدامك ما تحسي بيشتغلوا بضمير بيشتغلوا صح فلقينا نفسا we're pushing them even harder through zoom فزوم is effective, online classes is effective لست نقدر نشوفكم لست نقدر نصححكم بنقدر نشوف احد بيسوي الحركة صح ولا غلط نقدر نشوف اذا احد بيتلكع ولا بيتدلع فعلى قد ما كنا شايلين هم انه ما نقدر to continue training people properly على ما قد الحمد الله it was successful قدرنا نستمر معاهم قدرنا نتعبهم بيرسلونا سيلفي بعد الworkout بلايزهم مع الرجاة فالحمد الله اي احد بيجرب كلاس اول كلاس مجاني وحنبدأ نعطي كلاس مختلط يعني ممكن للعوائل فحيكون فيه كلاس للرجال بس، حيكون فيه كلاس للنساء، حيكون فيه كلاس للكوبلز طب حلو كلاس بكرة الساعة كم؟ كلاس بكرة الساعة كم؟ كلاس بكرة عندنا الساعة يبدأ من عندنا 11 ونص، عندنا 12 ونص، عندنا الساعة 5 العصور عندنا واحدة ونص فا نحن لدينا الكثير من اللعبة في الوقت روح على سويت آرمي أكاونت حقنا سويت آرمي جيم تلاقوا الجدول الكلاسيس هتيرتعكوا أكثر المواعيد حقية الكلاسيس حقتها وكده وكمان إن شاء الله هتكون معانا دائما أروى سراج إنه هتحط لنا كمان healthy recipes ووصفات تعملوها في البيت بطريقة صحية مختلفة طبعا وكلها simple recipes أشياء تتعامل بسهولة وطعمها حلو وvery أروز فالفكرة من موضوع إنه إحنا كلنا قاعدين في البيت فقررت إنه دي الفترة إنه كلنا نصبات وكل واحدة عندها يعني a business tree بتشتغل فيه فأروز أهلت كوتش روانزة ترينر I'm in marketing and I have my own stores فبس إنه I'm an influencer at the same time فقلت if I'm gonna influence I might as well influence to do something useful أعمل تأثير مفيد فعشان كده بدأنا نعمل هاد الشي كصديقات and we'd love to have more people join this initiative and to be healthy and stay active بصح ولا لا خير ما عملت يعني بقول خير ما عملت بقول خير ما عملت باتجاه مفيد مو تروح تعمليلي makeup tutorial ومدري ايه خلاص دوشتونا بالmakeup tutorial والمشكلة نحاول نسوي makeup tutorial يطلع زي الزفت تشكروا نفس الشي اللي ما عملت راسبطين makeup tutorial اتعلمتو يطلع الوش بلطة الشقة في البيت وهادي أوكي هذا ممكن أعمل بس إنه makeup tutorial ما حسني ممتازة لأنه أقولك داما بيطلع شكني نفس الشي أقول نقعد نص ساعة زيادة وظبط نفس الشي نفس الشي ما في تغيير يلا فبساكي نكست ويك ان شاء الله اتعلم انه نكون عندنا الكثير من الناس مع التعليمات من الناس ايجبت كويت فقط يحمس لأنه في كثير أشياء جديدة وبعدين انا وانتي كمان هنكون بنجرب نعم 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 مزفت لا تقلعني والله أنا ممكن أخبز زيك لأنه كمان شي يعني الناس ما تستوعب إنه احنا ما نستوعب إنه لما تسوي رياضة أنت متعودة عليها غير لما تجرب رياضة تاني مختلف تماما أسلوبه عن أسلوبك ممكن يعني غير ومفيد مفيد إنك تعرضي جسمك لي أنواع رياضة مختلفة شوية تغيير على اللي أنت متعودة عليه فأنا متحمسة أني أجرب أنواع رياضة مختلفة ومتحمسة أشوف إش هيصير فيها فيكون افتباري لماي فتنس لابل روان أناك بصراحة مرة بأفتح تيك توك ويعني تيك توك مرة اكتشفنا أنا وروان إنه إحنا مرة عايسين فيه بس صراحة مرة مثلي مرة مثلي بس جداً أنت عايسين فيه مرة عايسين أمني متى متى كده يعني نلقط الحركة بسرعة الرقصة بسرعة لا لا مو جيلنا يندي أبداً بس مصرين مو جيل؟ بس مع إنه ما هو جيلنا أبداً تيك توك كده الفيديو اللي كده أحب هي سهلة عشان نقدر نزويها بعدين لما نوصل نعملها تطلع مرة صعبة بس إن شاء الله كده نعمل في كده كم تيك توك فيديو لأنه أنا ما عندي شجاعني أعمل تيك توك فيديو الحالي لازم أعمله معاك أحس أينيدة لازم نتفشل مع بعض ننجح مع بعض وخبرت هذه بمعانه؟ نحن نفكر على وقت أكون صريحة معاك وقت غم يعني الواحد حلو شوية يضحك يعني يعني مو ضروري نقعد نفكر ألاً مرة في الأشياء اللي بنسويها أو ندقق فقط نحن لتشعر الحال لأنه بصراحة اللي علمنا شيء كمان كوفيد-19 أو كورونا هو إنه كثير فاتتنا لحظات كنا جوب طرشانين طرشانين وده الحي الحقيقة إحنا وما بنشوف أحبابنا ولا أهلنا ولا أزواجنا ممكن لأنه مددان تانية ففعلاً هذه هي نحن نعلم المشكلة يعني أنا لما نشوف الفيديو دي الساعة في اليوم بالنسبة لي هذا يومي هذا يومي هذا هو مدد مني أنا خرجت ويت شيء شيء بسيط أو يمكن فحاجيه لازم يعني نحن 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 هذه الأشياء الصغيرة نعم بالضبط نحن نعلم هذه من الوقت من这个 من الذي كان لقدرناها ستفاد headed مبشرة أactoryان ايه هكذا يتزкий الي uhm براية bunker مبسوطة مبسوطة في نحية عملك الآن تشك texted Keith مرة مبسوطة ح teaches ان yahsell to more نص ال� minute الاشياءari نفسي حققها ويتشسك يعنيrops اعطاء منomat حمبي دام ان احس ان لا لسه باغي lighter ball مان ف faites بس إن شاء الله وراي أشياء كتيرة بأحققها بس حمد الله حمد الله على كل شيء حمد الله على وصلنا له إيش؟ إنه مديرت التسويق حقتك إنت سنت مديرت التسويق حقتك المستشارة إنت المستشارة أسمع كلام ولا أهم شيء أسمع الكلام المشكلة يا جماعة أنا باردة وإنها حارة دمها حار فأنت تقدر تدخيل الكلام حقنا إحنا الاثنان هي الزنة الزن ولا البرود أنا ممكن أرد عليها بعد حد الساعات الأنتظار هي مو ساعة مو ثانية فجأة ثمانية ساعة وبأنا مثل كل ساعة بتاخده بالتليفون فين كان حاجة بس لا بس إن شاء الله بس عجبتكم وإن شاء الله نشوفكم إن شاء الله الأحد إن شاء الله إذا ما صار في حضر يوم الأحد إن شاء الله وبعدين التانين لسا ما حددنا الجداول حقتهم بس نحن نعمل جدول نحطه على الناس عشان نتكلم عنهم إيش رأيك؟ نعم 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 وإيش كمان روان فيشي يوانتو آد تلهم أقول يوم تاني على سبب وديل أشاء كلها في واحدة سألت بسيارة سبب حجزة غريغة كيف courtesy وإيش اخوانات الإنسان من الصمت يوم الأشياء ويوم الأجزاء لا تحتاج أهل عمليين نعرف إنه ممكن بعض الناس ما عندهم إي شيء أي لأضخط رياضية فعندنا الكتيب لين تحتاجو فيها ولا شيء لا إころ ولا شيء ولا حتى سبب كبير كان عندنا كثير بنات بيسوه أريضا من غرفة نومهم كذا جنب السريب تهي فيها وسمو لا يعني that's the only space you need فإذا حابين تجربوا online classes حقتنا لا تشيلوا هم مساحة لا تشيلوا هم equipments حتحرقوا وحنخليكم تعرقوا من as little space as possible فهذا ردنا على سؤالها و بس once you try sweat army you can't go back شرائق بس بغالي ألاقي slogans لهم بغالك عامة عامة هم وذي يجوه mostly is body weight حتى لو تلاحظوا عندنا most of the workout it's always دائما بتسوي أشياء بسيطة وإن شاء الله ما قلتوا عن قريب هتبدأوا تبيعوا أشياء صح في الجيم اللي هو تعملوا weights هنبدأ بنبيع weights وبنأجر لأنه ممكن في ناس ما تبع تشتري تبغى بس لهذه الفترة تأجر weights ولا تأجر بيك ولا تأجر هذي اللي تأجر هذي وبعدين بعد الكورونا إن شاء الله ما تروح خلاص هذا يرجعوها فعندنا دا تقدروا تأجروا أشياء من عندنا وتقدروا تشتروا أشياء من عندنا كبراوان كومنت ولأنا أكتب ads إش هو sweat army s-w-e-t sweat بعد أن army gym ورا بعض ورا في sweat army gym one word كل ورا بعض army هنصل لكم يا هنا عشان army gym عشان إلا يبغى يحضر الكلاسات هيلقيها هنا عشان وبس فهذا هو الموضوع فلو كنتوا في أي مكان في السعودية أو خارج تبدوا تعملوا live workouts وهذه حلاوة الموضوع ومشوفت قديم صلاة هنزل لكم جدول live sessions اللي هنعملها عن قريب سترى لك روان لا تكون لك لا تكون لك لا تكون لك 12 صح لجلت لك workout قاسي بكرة تسمي بكرة والتريدمل صح إج نعم 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 اكتشفت شيء لما أسوي live وشعري مو مزبوط خلاص أحبك يعني خلاص سيو يلا I hope you are talking to you لابتشأني ميلا وان ميندي هيلي and second of all إن شاء الله عجبتكم الفيديو and we're going to be posting about the live sessions and إذا تبقوا تحضروا live workouts معاهم وتبقوا تسجلوا their first session is for free وتقدروا كمان just check on their account إن شاء الله ما يفتح الجم تدروا تزوروهم أسعارهم جدا ممتازة في الاشتراك أكشي ما تتكلمنا في دا الموضوع الاشتراك عندكم أعطينهم فكرة بس بسيطة عشان في بعض الناس أكيد هيكونوا يتساءلوا على دا الموضوع عن إيش الاشتراك عندكم الأسعار تقريبا في السنة في الشهر احنا عملين packages عندنا class packages وكان عندنا نوعين نوع بتشتركي للناس مثلا اللي تسافر كتير منعرف the package doesn't expire عنديك الاشتراك لمدة سنة بس it's class packs يعني مثلا أنا أبغى جرر بس أقوم أخد four classes بس الfour classes دي والأيت classes I can finish it anytime within a year it doesn't expire سافرت مدرئة ما مداني كالسلتا عندي سنة لسه أكملها هذه تكون شوية أغنى بعدين we have the cheaper option for people who know they can commit مثلا eight classes you can finish it in one month فالمدة شهر كان سعرها حوالي تسعمية تومنمية ريال فعندك برضو شهر eight classes and you do as many as you as you can and you can finish it within a month so we have monthly we have one month three months six months and we have a year we have a year that's unlimited but you can attend as much as you want يطلع سعر class تقريبا خمسين ريال حق دل السنة فا our online classes are very reasonably priced سعرها ممتاز فا our online class is four classes بميتان متان ايو متان ريال single class is 55 ريال هذا تظن مع الضريبة فالحق واشتركوا قبل ما تيجي الضريبة الجديدة الحق وقبل 15% يا جماعة روح اشتروا من نادا ملابس وتعالوا نصور ريال عندنا قبل 15% سعيد فالحق اروح عند هالجموة فعلها اشتراك تشتري مني ملابس تشتري من تاكل مطعم الشخص التاني فعلا لانه هذه فترة فعلا لازم ندعم بعض حاول ما نشتري من بره قد ما نقدر بزد سبورت iels ويشتر پانج زاني منا ثلاث منا اشتراك 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 اشتركوا في القناة